هو إحنا أساساً أول ما بدأنا طبعاً الطرح كانت سادة بقى وزي ما أنت عارفة الكلام المعروف ده فإحنا أنا نفسي بحب الألوان بحب ألبس حاجة ملونة فطبعاً لما بنيجي نلبس اللبس بتاعنا مش ألوان ومش فقعة أو الألوان ومش قوية مش بريتكال مش ألوان قوية فإحنا فكرنا نعمل سكارف ملونة شكلها حلو عشان تنور يعني الألوان تبقى زهرة كده أيوة بالضبط كده تبقى هي القطعة الأساسية يعني في زي ما أي عاملة الآن نلواتي يجبنا الكاميرا عليها هي لبسة أسود في أسود يا حبيبتي ولبسة شارب أو سكارف طرحة كلها ألوان كلها خطيرة ركبتي بقى ركبت بتركبوا الألوان دي إزاي على بعض هو إحنا أساساً بنعمل يعني وإحنا بنعمل الديزاين بنوض نجرب الألوان على بعض لحد ما نوصل للألوان المناسبة بس إحنا أصلاً بنحب الألوان يعني أنت لو بسيتي على السكارفز بتاعتنا إحنا أساساً بنحب الألوان جداً أيوة أنا واخد بيدي بس إنتوا بتركبوا الألوان يعني حضرتك الإشارب أو الطرحة اللي أنت لابساها أوكي فيها أنا شايف عدد مش أقل حاجة 12 لون هو إحنا بنقعد نجرب بنجيب البلات كده بتاعت الألوان ونجرب طب إحنا لو خلينا مثلاً ده أحمر مع أصفر مثلاً هيبقى أحلى ولا هنعمله مع أزرق هو أنا اللي بعمل الديزاينز فإحنا الموضوع بيبقى مريح أكتر إن إحنا الموضوع إن هاوس يعني إحنا داخلياً اللي بنعمل الديزاين فالنقاشات في شكل التصميم في الآخر بتبقى أسهل كتير إن إحنا نجيب مصمم من بره هو اللي يعمل التصميم فالمحاولات يعني أو الترايلز اللي بنستخدمها بتبقى كتير قوي يعني ملهاش حدود يعني فممكن ملهاش حدود على الكمبيوتر على الكمبيوتر لا 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 على الكمبيوتر يعني سعد بنعمل بنطبعها ونجربها نلاقي مثلاً لو تعمل يعني لو غيرنا اللون ده وحطينا لون تاني هيبقى أحلى فإحنا يعني ممكن وسعد بنطبعها كمان لحد ما نوصل للدرجة لا دي أحلى حاجة للإنتاج النهائي يعني وانتو شايفين إن السكارف أو الترحة ممكن تبقى بطل لوحدها في اللبس ممكن نفس الهدوم اللي أنا لابسيها دي ألبسها بكرة وألبس عليها سكارف تانية ألوان تانية يعني هي القطة هي الماستر بيس بتاعتي هي القطة الأساسية يعني ممكن يبقى في الدولايب هو البلوزة هي بلوزة بيضة وبلوزة سودة مثلاً وكل مرة هتغيري الترحة هتلاقي إن الأوت في كله مختلف تماماً صح طيب